ما هو تسونامي؟ تعد تسونامي من الظواهر الطبيعية التي تحدث في الشواطئ والتي قد تسبب العديد من الكوارث المختلفة ولكن تسونامي في الواقع ليس إحدى الكوارث العرضية التي قد تحدث مرة كل عدد من السنين إذ أن تسونامي في الواقع تحدث بشكل مستمر فقد حدث في القرن الماضي ما يقارب الثمانمائة تسونامي حول العالم حيث وقعت هذه الظاهرة على شواطئ اليابان ولكن أكثر تسونامي الذي تحدث لا تسبب العديد من الأضرار إذ أن من بين تسونامي التي حدثت في القرن الماضي سبب 25 منها فقط الكوارث تحدث ظاهرة تسونامي في العادة نتيجة تحرك كمية كبيرة من المياه في داخل المحيط وهو ما يحدث نتيجة الزلازل التي تحدث في داخل المحيط أو البراكين أو الانفجارات التي تحدث في داخل المحيط أو البحار والتي قد تكون في بعض الأحيان نتيجة الأفعال البشرية كالتجارب النووية أسفل المياه وقد تكون في بعض الأحيان نتيجة تحرك الصفائح أو الانهيارات الجليدية التي قد تقع في المحيط أو الاستدامات النيزكية التي تقع في المحيطات أيضا في بعض الأحيان وقد حدث ظاهرة تسونامي عبر التاريخ في عدة مناطق مختلفة حول العالم إذ أنها في سنة 1883 حدثت في جزيرة كاركاتوا في اليابان وامتدت بعدها إلى مسافة 4000 كيلومتر كي تصل إلى أستراليا كما حدثت في سنة 1998 تسونامي على الشواطئ المحيطة بالمحيط الهادي مخلفة ما يقارب 230 ألف قتيل وغرق العديد من المواقع في 11 دولة مختلفة تسونامي عبارة عن كلمة يابانية وهي سلسلة من الموجات العملاقة تسببها الزلازل أو الانفجارات البركانية تحت سطح البحر ولا تكون هذه الموجات عالية في أعماق المحيط ولكنها تبدأ بالإزدياد كلما انتقلت الأمواج إلى الداخل أي يزداد ارتفاع الأمواج كلما انخفض عمق المحيط وتعتمد سرعة موجات تسونامي على عمق المحيط وليس على المسافة من مصدر الموجة حيث أنها تنتقل بسرعة الطائرات النفاثة فوق المياه العميقة وتتباطأ عندما تصل إلى المياه الضحلة يحدث تسونامي عبر أربعة مراحل المرحلة الأولى وتعرف باسم التشكل وتحدث عند حدوث زلزال أو ثوران بركان تحت الماء مما يؤدي إلى تشكل موجة كبيرة المرحلة الثانية وتعرف باسم الانقسام وتحدث عند تحرك الموجات بعيدا عن بعضها البعض حيث تتحرك بعضها إلى المحيط والبعض الآخر باتجاه الشاطئ المرحلة الثالثة وتعرف باسم التوسع وتحدث عندما يضرب تسونامي الشاطئ ثم تعود مرة أخرى إلى المحيط والمرحلة الرابعة تعرف باسم التجدد وتحدث عندما تذهب الموجة فوق الشاطئ وتتسبب في غرق الشاطئ بسرعة كبيرة كالمد الكبير أو تتسبب بتشكيل جدار رأسي من الماء ترجمة نانسي قنقر